السلام عليكم الشاشة اللي قدامك هي شاشة ثنائية الأبعاد فيها الطول وفيها العرض وبالتالي أي حاجة غير خدمها معك إن شاء الله تعالى فات السيدسلة ديال الدوالة المثلتية قد تكون في مستوى un plan لثنائي الأبعاد deux dimensions مفاهمين؟ بسم الله وعلى بركة الله تعالى هذه اللي قدامك تتسمى نقطة un point واختت بالكبيرة ولكن في الأصل النقطة الحقيقية ما يمكنش تشوفها بالعين المجردة ما عندها لا طول العرض لحقاش كل النقطة تنمثل بها عدد معين بإحداثيات معينة ديكو دوني والأعداد لا نهائية وحد أحد الأخرى وبالتالي لرسمتي نقطة بحل هذه فأنت لا تمثل فقط عدد واحد ولكن شميئات الملايين لأعداد لسقين حتى بضياتهم تخيل ولكن للتبسيط نخليها نقطة بحلها ونضيروا رأسنا حماك ونعتبروا أنها تتمثل عدد واحد هذه النقطة تقدر تعطيها أي كنية باش تبقى تعيط لها فإلا عندك كثر من نقطة وجيت وقلت لك رسم مستقيم تدوز من ذلك النقطة أول سؤال غيجيك في رأسك هو عايش من نقطة تتهدر عليها ولكن إلا جيت وقلت لك رسم مستقيم تدوز من نقطة مثلا سوف تذهب إلى نقطة التي كنا نهاب أو سوف تصم فيها مستقيم هذه النقطة تستطيع تختار لك سهل وبالتالي ستعرف على أين نقطة نهضر هذه النقطة تمر عليها مال نهاية المستقيمات بحل واحد الرومبوان جاء في الوسط وقعد طرقان تدوز منه وهذا شيء مخصوص غير هذه النقطة ولكن أي نقطة وقفة بحدة تتمثل الرومبوان لرأسها ويقدر يدوز عليها مال نهاية المستقيمات عارفين بداية ما هو المستقيم؟ المستقيم ببساطة هو واحدة المجموعة للنقاط اللانهائية واللي ما عندها لا بداية ولا نهاية ومصافين حتى بعضيتهم بشكل مستقيم كولينياغ مصافين لدرجة أنك ما تقدرش تشوف الفراغ بناتهم وكيف ما قلنا كل نقطة تتمثل عدد مؤين وبالتالي بلاس ما نقلس نرسم نقطة 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 وما نساليش تنرسم خطة دايزة لقاعدك للنقاط لكي تتمثل به المستقيم فعدد لنهاية النيقاط مصافين حتى بعضيتهم بشكل مستقيم أو مستقيمية أو متسامتة كولينياغ تنسميهم مستقيم إن ضغوة أوكي مزيان دا بيلي عندك جوج نقاط مختلفين نقطة A و أخرى B شحال من المستقيم يقدر يدوز على هذا A و B بجوج فكر شوية إلي عندك جوج روبوانات في مدينتكم شحال من طريق مستقيم يقدر يدوز عليهم بجوج طبعا طريق واحد وبالتالي أي جوج نقاط مختلفين على بعضيتهم يحدذون لن مستقيم واحد فقط وكيف ما قلنا المستقيم تجي من واحد لقلصة لا اشترك الرمز اللي فوق من A, B و B, A تعني أن المستقيم قد دين المال نهاية في التهدهات بجوج ويقدر الترمز للمستقيم ب A, B وسط أقواص رياضياتيا نقدرونك بواحد تعريف عامل المستقيم بحال هك هو جميع النقاط B بحيث أن B مستقيمية مع A و B أو بشكل رسمي أكثر في واحد المعلم من منظم متعامد إلا عندك النقطة A ذات الإحداثية X1, Y1 والنقطة B ذات الإحداثية X, Y, Y فالمستقيم يمكن التعبير عنه بأنه جميع النقاط B ذات الإحداثية X, Y بحيث أن B يمكن التعبير عنها بواحد نقص T عامل ل A زائد T B والT عدد حقيقي عوض تكتب عدد حقيقي كيف تريده ونرى ما ستخرج لك B هي نقطة على المستقيم A و B ولكن أنا أريد غير ذلك الشيء ما بين A و B وما أريد المستقيم يكون للمال نهاية فذلك الشيء ما بين A و B وطبعا يجتمل على النقطتين A و B تسمى قطعة سيجمو لاحقا محدود من جوية بجوج بحل ش قطعة أرض تكون محدودة ومشي لنهائية وبالتالي فالقطعة هي أقصر طريق تتربط ما بين جوج نقاط واللي عدنا هنا هما أوابة ديك أوابتي تسموه في الحالة دي القطعة بالنقاط الطرفية أو طرفي القطعة لازك تخيمي تدي سيجمو وبالتالي تقدر تحسب ش حال تتساوي ذلك القطعة غير بمستارة مثلاً لبغيت مشي بحل المستقيم اللي غدل ما لا نهاية وهذا يعني أن القطعة هي جزء من المستقيم ببساطة مرة أخرى القطعة A-B هي نفسها القطعة B-A وتا يقدر يترمز القطعة بA-B فوقها خط أو يقدر يترمز لها بA-B وصف معقوفات مسدودين رياضياتياً نقدر نكتب واحد ترفعة من القطعة هكا هي جميع النقاط B اللي على المستقيم A-B بحيث أن B كان ما بين A و B أو تساوي A أو B أو بشكل رسمي أكثر واحد المعلم هو منظم متعامد إلا عندك النقطة A ذات الإحداثية X1-Y1 والنقطة B ذات الإحداثية X-Y فالقطعة يمكن تتعبير عنها بأنها جميع النقاط B ذات الإحداثية X-Y بحيث أن B يمكن تتعبير عنها بواحد نقص T-A زائد T-B والT عدد حقيقي أكبر من أو يساوي 0 وأصغر من أو يساوي 1 يعني تياخذ قيم ما بين 0 و 1 مرة أخرى عودك التابش عدد حقيقي ما بين 0 و 1 وشوف واش غا تخرج لك النقطة B كان ضمن القطعة A-B دبك ما يسمى بنصف المستقيم أو الشعاع دمي ضغوات أو غيون اللي تبدأ من واحد نقطة ثابتة تتسمى الأصل أو النقطة الطرفية واللي في هذه الحالة هي A وتتمشيل إلى المالة نهاية تجاه نقطة أخرى واللي هي B طبعا النقطة الأصل تكون ضمن هذا النصف المستقيم وبالتالي في النصف المستقيم أو الشعاع تيخال في المستقيم فإنه عنده نقطة بداية اللي هي الأصل وتيخال في القطعة فإنه في الطرف الآخر تمشي للمال نهاية وأيضا الشعاع A و B ما هي هو الشعاع B و1 را تيبدأ من A وتمشي للمال نهاية والآخر را تيبدأ من B وتمشي للمال نهاية ذاك الشي لاش تنرمزه первый ب ONE سهم أو غدي افتجاه B أو لاuyكس pierde واحد سهم مثل B وغدي افتجاه A فالاتجاه هو أهم ما يميز هذا الشعاع أو نصف المستقيم وهذا إذا كنت يفكركم بشي حاجة فهو يفكركم في الترميز دي المتجهات وإلى فهمتي هذه الشراء قد تفهم المتجهات من بعد إن شاء الله تعالى وكين ترميز آخر هو هذا اللي قدامكم ولكن تنفضل الترميز دي الأسهم والخطوط اللي من فوق الحروف رياضياتيا نقدر نكتبه واحد تعريف عام لنصف المستقيم أو الشعاع بحالك وهو جميع النقاط بي بحيث أن بي يمكن التعبير عنها بواحد ناقص دي أ زائد دي بي والدي أكبر من أو تساوي زيرو يعني دي تتأخذ غالق قيم الموجبة أول حلقة في السلسلة دي الدولة المثل التي أتسألي هنا يا شاركوا معنا هذه الحلقة باش يستفدوا خوتنا في كل مكان وباش يغلب العلم النافع إن شاء الله تعالى تفاهل لكي نديج وما تنسوش خوتكم في غزة وفي السودان وفي كل مكان دعوا لهم ولا قدرتوا تبرعوا تبرعوا وما تحبسوش من المقاطعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته